اشتركوا في القناة لا يحس بها الا من يقوم الليل هكذا ورد في الحديث ان الشاعر بمسألة غياب شروق الشمس لا يشعر بها الا قائم للليل يعني لا ينتبه الى غيابها فقط لما يبدو ان النور الذي في قلوبهم من قيامة الليل يستشعرون العلامات الساعة سلم يا رب ومن يقومون الليل لا يستشعرون تلك العلامة لا الا ان تصدمهم فجأة بظهورها لكنهم يستشعرونها من باب الارحاصات لكن هو يستيقظ من نوم يرى ظلاما لا يرى نورا الشمس ربما غادرت مدارها ربما انقلبت نوازين القوى في الكون سلم يا رب يعني الاحديث سوف نأتي كيف انها تحجب هكذا بعد يومين او ثلاثة في رواية الحديث هذا وذاك اذا بالشمس يصيح صائح ها ان الشمس قد طلعت من الغرب الله اكبر اول علامة قال صلى الله عليه وسلم ان اول علامات الساعة ان تطلع الشمس من مغربها او ان تظهر الدابة ايهما ظهر فالاخرى على اثرها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم واحدة ويؤخر الاخرى اما ان الشمس تتطلع من الغرب لانا ستطلع ان نقول تشرك من الغرب لا تطلع من الغرب صحيح وبعدين تظهر الدابة ايهما ظهر فالاخرى على اثرها ربما الدابة تظهر لكن انا اميل بتحقيق الاحديث الى ان الشمس تظهر اولا ستمكث يومين او ثلاثة ايام ظلام تمام ليس هناك شمس تطلع من الغرب صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وتمكث يوما كأيامنا قال لا تطلع من الغرب في اول يوم تمكث سنة كاملة شمس نهار نهار كامل سنة سنة كاملة الصحابة حصل لهم رعب حوظ بالله قالوا يا رسول الله كيف نصلي يومها يا الله اولويات انظر الى الصحابة خرية من سمها كذا يعني اول شيء ما قال متى اذهب الى العمل متى اصيف متى اشتي متى اصنح كذا متى ينتهي العام الدراسي مدى يبدأ العام الدراسي متى اشتري السيارة متى ابيع البيت لا قال كيف نصلي اوما قال قدروا لهذا اليوم قدرة قدروا بمعنى يعني شوف سبحان الله ما كان عند الصحابة ساعات يده ولا ساعات حائط ولا غيره فلكن قدروا لهذا اليوم قدرة وكأن الرسول يريد ان يسر على الامة الامر يعني قدر ما بين صلاة الصبح يعني انت تصنح كذا وكذا الى ان يأتي الظهر ما تصنح كذا لان خلاص الشمس من الغرب فلا تصنح لان تقول الظل للاشياء لان كارثة ان تطلع الشمس من الغرب ان يغلق باب التوبة حتى يخرج قلنا هذا في العلامات الصغر يعني عند ظهور العلامات الكبرى ينتهي باب التوبة حرار احنا بالامس انتهينا من العامات الساعة الصغرى باب التوبة ما زال مفتوحا الى البارحة اليوم اليوم مغلق باب التوبة مع ظهور العلامات الكبرى حتى يخرج الرجل بالذهب الاحمر يعني ذهب ذهب خالص سبحان الله. لا. فيذهب الى الفقير ينظر الى يعطي صادقة. اقول له هل لا كان بالامس. تجاه الان تذكرني. يا الله. هل لا كان بخلاص يا حبيبي. اغرق البهن. تجاه فيه. يا الله. تجاه فيه. الا مؤمنا صادقا كان مستمرا على ايمانه. يستمر قبول العمل منه الخير. بالقصور الذاتي هكذا. خلاص خلاص طوال سبحان الله. تتوقف الاعمال خلاص. ومن كان على معصية استمر على ما. لا يستطيع ان يتوب. يستمر الانسان على ما كان عليه. خلاص سوف نأتي الى ما هو اكبر من هذا. نعم. تظل اول يوم كسنة. والثاني يوم. والثامن يوم كشهر. من ايام. ايام تلك. ثلاثين يوم. نعم. وثالث يوم كجمعة. ومن اليوم الرابع تظل كأيام تلك. الله اكبر. هذه اول علامة تفجأ الناس. المؤمن لما يرى هذه ينطق رسان حاله ورسان مقاله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا ربما يخرجنا فلاسفة يا ابن. والله اصط الشمس مش عارف ايه. اصط المريك تأخر عن ايه. علماء الفلك والتفسيرات هذه. لا 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 لا. وعلماء الفلك يوقنون ان هذا سوف يحدث يوم. يوقنون ان هذا سوف يحدث يوم. نحن لا نحتاج الى تفسير علمي لتلك. انا انا حقيقة. انا وقاف عند كلام رسول الله والرسول اصدق من اي انسان. صحيح. عليه السلام والسلام. لما تظهر هذه العلامة. اذا بالدبط على اثرها. كم وقت. ربما تمكث هذه لمدة سنة. الشمس. اه. سنة من ايامين. نعم نعم نعم. سنة وهذه ايام. بالضبط نريد ان نعصبها يعني سنة. سنة وشهر. وشهر. واسبوع. وبعدين اليوم. بالاضافة الى السنة. تمام. نعم. يعني سنة وشهرين تقريبا سنة وثلاثة اشهر. الانسان سوف يشغل بالاحداث عن حساب الزمن. يعني سوف يصير عندنا ما يلهينا. اذا كنا سوف نكون على 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 على. ماذا يلهينا بعد والشمس هكذا. لا 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 الرعب لان بدأت العلامات تظهر فالناس تخاف. لانه في ابتلاءات قادمة. في الابتلاءات والفتن قادمة. هذه ليست ابتلاءات هذه ارهاصات لكن الابتلاءات قادمة لسه. سلم يا رب. اه. فلما تطلع الشمس من مغربها. اذا بالدبة تظهر. اخرجنا لهم اذا وقع القول عليهم. اخرجنا لهم دابة من الارض. تكلمهم. بكلام انسي. ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون. بكلام الانس وقت. بكلام تكتك تكلم. تكلم يسمعها القاصي والداني. سبحان الله. الدابة دخل العلماء بكثيرون في وصفها. ولكن نحن لن نقف عندها. في دابة. تسير على اربع. دابة صالح. دابة. سواء هي ناقة فصيل ناقة صالح او غيره. لكن احنا لهم في دابة. تكلم الله عنها. في كتاب الله. ومن اصدقه من الله قيله. نعم. فهذه الدابة تظهر. معها عصى موسى وخاتم سليمان. مع الدابة؟ مع الدابة. مع الدابة. تمسك بعصى موسى وبخاتم سليمان. نعم. تدخل على الناس اول ما تدخل من باب الحرم. هو خاتم سليمان مش بطن سمكة في المعيد؟ لا. كما يقال بال. لا لا. هذا تزوير. لا لا. هذا ما قالته تقوله التوراة والكتب الاخرى. لكن لا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم معها عصى موسى وخاتم سليمان. صدقت يا رسول الله. الله عليه السلام. تلمس وجه المؤمن بعصى موسى فيصير على وجهه نور وهال من ضوء. والناس تنظر إليه تناديه يا مؤمن. يا مؤمن. الله. اللهم اكتب علىنا يا رب. وتخطم وجهه الكافر أو تلمس وجهه الكافر والفاجر والظالم الذي ما تب بخاتم سليمان فيكون على وجهه هبره. سلب يا رب. فينقسم الناس الى قسمين. وتختفي الاسماء. ينادى يا مؤمن يا كافر. تختفي الاسماء. هذه صغة المنادى وقتها. صغة المنادى. بين البشر. كل البشر الموجودين على الساحة الآن. كل البشر. نتكلم عن القطاع المسلمين. خلنا نعرف المسلمين أهلنا. من العالم الإسلام. الأمريكان مثل سوفراء والشمس المغرب والروس وهكذا. العالم كله. البشرية كلها. العالم كله. أم نحن فقط المسلمون. العالم كله. العالم كله. سوف يرى. سبحان الله. هذا تغيير كون. وطبيعة الكرة الأرضية ومن أسفل ومن أعلم. هذا تغيير كوني. فتتغير الأرض. يوم تودر الأرض وغير الأرض. والسماوات. وبرزوا. خلاص الموازين يعني خلاص انقلبت. الله أكبر. الله أكبر. فهنا يا مؤمن يا كافر. سبحان الله. لما سبحان الله العظيم الدبة تظهر. سبحان الله العظيم. نعم. تضع قدر معلمها على آخر ما تقع عينها. الله أكبر. تشيع في. تطوى لها الأرض طيعة. طيعة. سبحان الله العظيم. عند ظهور الدبة. إذا بالآية الثالثة المرعبة. وهي الدخان. الدخان. آه. ولها سورة في القرآن. سورة الدخان. فارتقب. فارتقب يا محمد. انتظر يا محمد. انتظر يا أصحاب محمد. يوم تأتي السماء بدخان النبين. يغشى الناس. الدنيا تظلم. الدخان يظل للعالم. يصير على رأس المؤمن كالزكمة. زي زكان بسيط. ويصير على رأس الكافر كنيران تغلي فوق رأسه. يا الله. يدعو الناس ربنا نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أو إنا مقنون. ما ينفع الدعاء. ما ينفع. يستجاب من المؤمن. أنه يستجاب له. لا خلاص. المؤمن مسكين يستجاب له لأنه عبد الله من قبل. عبد الله بالغيب. نعم. لكن هؤلاء يريدون. حتى يقال يعني أن أن لما علامات. سوف نأتي الأحاديث. أن أن لما تأتي هذه العلامات. يأتي إبليس يريد أن يسجد. الأنظر إلى يوم يبعثون. خلاص. بدأت البعث وانتهت. يقن من هذا اليوم. خلاص انتظر. فسجد. فوطأته الدابة. فقتلتها. دا ست. دا خلاص. هذا ما يقال. تدوسه الدابة. سوف نأتي تفصيلا. سوف نأتي تفصيلا. الدخل من السماء هذا يأتي بعد كم من الوقت بخروج الدابة. الله أعلم. يعني فور ونظور الدابة. شوف. هذه علامات متسارعة. متسارعة. علامات الساعة. يقول فيها صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. كعقد انفرط عقق خيطه. فتتابعت حباته. يا الله. وتظل الساعة بعدها كالحامل المتن. لا يدري أهلها متى تضع. خلاص. يطرى مكرة بعد ساعة بعد مصف بعد ساعتين. خلاص. الكل في حالة ترقب. وتوجس. وفي ناس تموت في هذه الأثناء. من جاء أجل يموت. طبعا. ويموت على ما كان عليه. على ما ختم. الناس يموتون على ما كانوا عليه. يا رب يثبتنا. يا رب يا رب. الدخل من السماء. هذه العلامة والآية الثالثة. ثم تاتي المصيبة الكبرى. المسيح الدجال أو المسيح الدجال. كلاهما اللفظ صحيح. عليه الأعنى الله. ما من نبيهم. يجوز أن نقول عليه العالمين لا داعي لأن يعود الإنسان نفسه أن يلعب فالمسيح أو المسيح الدجال هذا يعني ما من نبي ولا رسول إلا وحذر أمته منه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي من قبلي إلا وحذر أمته منه ورسول يحذر الأمة سبحان الله وظل يحدث ويحدث فوق المنبر حتى قال عمر ظلمته بجواره لا إله إلا الله من شدة تأثر عمر سبحانه رضايا العظيم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن له علامات واضحة المعالم للمسيح المسيح هو يكون إنسانا إنسان بشر مثلنا نعم لو عينانه نعم وهو شبه الرسول بأحد بأحد الأعراب الموجودين في جزيرة عرب يومها عينه اليمنى ممسوحة كأنها من نحاس لعيذب الله شكله برعن ساتر وعينه طافية كالعنبة جاحظة جاحظة لعيذب الله رب العالمين كل مؤمن يقرأ على جبهة المسيح الدجال أو المسيح الدجال يقرأ كلمة كافر حتى قال الرسول كافرة بالحروف يقرأها كل قارئ وكل أمي لا يقرأ وكل أمي يقرأها يقرأه الله عز وجل ولكن أمي مؤمن تمام فإذا رأيتموه فقرأوا عليه فوات حصورة الكهف اقرأ عليها أول أربع آيات من سورة الكهف الحمد لله الذي نزل على عبد الكتابة ولم يجعل له عوجه نعم قيما ينزل ربائسة الشديدة من الأول أربع آيات نعم وهذه يتعوتها المؤمن كل ليلة وقبل أن ينام لابد من قراءتها منه يستيقظ الفجر ومنه إذا ظهر المسيح لا يصلطه الله عليه هذا هي دعوة لجميع سادة المشاهدين أن لا يناموا إلا بعد قراءة أربع آيات الأولى من سورة الكهف نعم بسيط نعم ثم المسيخ أوتي أو أتاه الله فتنا عجيبة في هذه الآونة هذه علاماته عينه أيواء وشعره هكذا يعني شعر كميش يعني شعر أجعت قويل أشعت مرعب يعني شكله غير مريح سبحان الله هذه الآونة السماء لا تمطر الأرض لا تمب الزرع الضروع عند البهائم تجف تجف ليس فيها لبن خراب فيأتي فيقول للسماية أنطري فتمطر تمطر أيواء والأرض أنبتي فتمبت وللضرع امتلئ لبنا فيمتلئ فيحضر فتنة صحيح تؤمن بين الناس قل أنا نبي الله والرسول يقول فإن سمعتموه لا نبي بعض صحيح ثم يثني نص حديث رسول الله يقول أنا ربكم يقول الله يقول رسول الله تؤمن به بعض من يوجد منها الناس أكثر أتباعه من اليهود والمنافقون والنساء حتى يعود الرجل إلى بيته فيربط زوجته وابنته وأمه وعمته وخالته خشية أنت غافلة فتتبع النسيخ الدجاء تظن موضة من الموضات أو مصيبة من المصار لا الله ينظر إلى خوف المؤمنين سبحان الله طبعا المؤمنات ما شاء الله لا يحتاجوا إلى من يصطع معهن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه وربكم لن تروه إلا في الآخرة وهو أعور وربكم ليس بأعور الرسول بيغشش الصحابة يفهمنا يفهمنا يومها يا رسول الله قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يلهمهم الله به كما يلهمون النفس يقول سبحان الله يشبع والحمد لله يروع لا إله إلا الله يزداد شبعا سبحان الله يكبر يسبح لأن المؤمن طبيعته أنا رأيت علماء لي ما رأيتهم إلا ذاكرين ما رأيتهم إلا شفتيتهم لا بد المؤمن يكون كده تسبح وتمسي ولسانك رب بذكر الله تسبح وتمسي وليس عليك خطيئة هكذا وبعدين فالرسول على المنبر وهو يخطب ويأصف هذا يقول يا عباد الله ثمته وكأنه موجود الله يرضى عليك فالرسول ينتقل صلى الله عليه وسلم ينقله الله إلى الحدث وكأنه ينتقل إلى يارا ينتقل إلى موراء إلى موراء حجب الغيب الله أكبر يا عباد الله ثمته سبحان الله فلما رأى عمر يهتز ويراند عمر نظر قال ما عليك يا ابن الخطاب إذا ظهر إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيج وإن ظهر من بعدي فامرئوا حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن إن ظهر فيكم وأنا معكم فأنا حجيج أنا أستطيع أن أقوم وأنا أعرف كيفية مقاومة وإن ظهر بعده فامرئوا حجيج نفسه يعني ماذا مرئوا حجيج نفسه يعني دفع نفسه بإيمانه بالإيمان الذي أعطاه الله له سبحان الله كل يعتمد على نفسه بما لديه بما عنده من ركيزة إيمان بما أباه من ركيزة إيمان سبحان الله فامرئوا حجيج أو الله خليفتي على كل مؤمن منع من مواطن ثلاثة لا يستطيع دخول مكة ولا دخول المدينة ولا بيت المقدس سبحان الله ممنوع الذين يؤلمون له الدنيا ولذلك يمنع من دخولهم لا يستطيع لا يستطيع من يمنعهم تطرده الملائكة الله هو يحاول أيضا أيها نعم يحاول ومعه سبعون ألفا من يهود أصبهان كما قال صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة معهم السلاح يعني جاي كده فرد الموضوع الكبير جيش أيها نعم من أتباعه محمد الله آخر فتنة في الأرض محمد الله فيطرد تطرده الملائكة فيخرج إليه المنافقون من المدينة فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد يخرج من المدينة المنافقون منافقوها المنافقين الذين يعيشون في المدينة يخرجوا أنا ذاك أنا ذاك يتبع المسيح في المدينة يكون منافقون أنا ذاك في كل بلد الله أعلم لكنها بقاع طيب لكن فيها سبحان الله فيها يخرجون هكذا هكذا عشان تطهر المدينة من منافقها سبحان الله تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكيرو خبث الحديث المهم يعيث فسادا في الأرض سرعته أسرعه من الريح المرسلة ماشي ماشي الله أعلم لا يصلت أحد عليه يعني مش عالي يقول بسهولة برصاص أقتله بقنبلة لا لا يصلت أحد عليه كما لا يصلت أحد على إبليس لا يصلت أحد عليه حتى يأتي الفرج من الله عز وجل فينزل المسيح عليه السلام هذه علامة أيضا هذه علامة الخامسة سيدنا عيسى ينزل عند المنارة الشرقية شرقي دمشق حددها الرسول حدد المكان جوه عليه مهرودتين عليه عباء مهرودتين يعني كساءين كساءان سبحانه إذا تقطع قطر من جبينه كحب الجمان يا الله زي الفضة المذابة نزل من عرقه عليه السلام وإذا رفع علاه البهاء ينزل فيدخل على المسلمين في صلاة الصبح في مسجد الله أعلم أين يذهب يعني ينزل فيندخل مما قال أين يدخل يدخل على المسلمين في صلاة الصبح فيرتج المسجد الكل المؤمنين يعرفوا أن هذا عيسى لا إلا الله فيرتج المسجد فيعود الإمام إلى الخلف القهقرة لكي يتقدم المسيح ليصلي فيدفعه المسيح في كتفه يقول أكمل جئت تابعا لأخي محمد لا إلا الله عليه السلام يصل الإمام فالمسيح يبتدي يهدئ المؤمنين دعا ويقول افتحوا هذا الباب يفتحوا هذا الباب فيجد المسيح خلف المسجد خلف المسجد فلما يجد ريح عيسى ينماث كما ينماث الملح يذوب كما يذوب الملح أول ما يشم ريح سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاه دماريه يذوب فيقتله على باب اللد في فلسطين على باب اللد مدينة اللد الفلسطينية إذن سيكون هذا الحدث في فلسطين في هذه الأرض المباركة أرض الرباط تلك فيقتله على باب اللد ثم يقتل عيسى الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالعدل أربعين سنة أربعين سنة ولا يصلي بالمسلمين من يصلي؟ يصلي أئمة المساجد أينما كانوا أينما كانوا هو يصلي تابعا يصلي مأموما عليه السلام ثم يوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور خج بقية المؤمنين وذهبهم إلى جانب الطور دعين هناك لأني أرسلت قوما لا يذان أحد بقتالهم في ناس مخلوقات جاية لا حد يقدر عليهم فتاة العلامة السادسة ويأجوج ومأجوج يا الله وهم من كل حد من ينسلون يمر أحدهم على بحيرة طبرية هي بحيرة عذبة أحدهم من يجوج ومجوج يشرب ويمر آخرهم فيقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن فانظر إلى عددهم يا الله يعني ينقذ زمن كبير من الوقت إلى أن يعني يأتي آخر الأفواج حتى جف بحر طبرية يشربونه كاملا يشربونه حتى تجف بحيرة طبرية تجف سلم يا رب وآخرهم لا يشرب وآخرهم لا يجد جيوش جرار جرار فعنده إذن لما هذه الأفواج يدعو عيسى ونمع فيصاب يأجوج ومأجوج بالنغف في رقابهم زي يصاب بديدان وحشرات وكده فيصبحون فرثة يموتون فتأتي طيور من السماء لها أعناق كأعناق البخت زي رقاب الجمل زي رقبة البعيط هو أكبر ترفع الجثة الجثة هذه وتلقيها في البحر ثم تهطل السماء مطرا غزيرا تغسل الأرض من نتنهم ورائحتهم ثم يقول الله عز وجل للأرض ردي بركتك اتجعل بركة مرة أخرى البركة تعم الأرض سبحان الله فتلعب الصبيان مع الحيات لا تضرهم وترعى النمور الأبقار وتكون الذئاب مع الغنم كالكلاب تحرسها وتكفي اللقحة من اللبن الفئامة من الناس يعني حلبة اللبن تكفي البركة تعم يعني مثلا حلبة اللبن للناقة والبقرة ما شاء الله لقوة تلعب الله مائة كيلو جرام ومائة كيلو جرام سبحان الله ويستظل الفئام من الناس بقحفة الرمانة قشرة الرمانة الصغيرة يتظل فيها مائة رجل ومائة رجل فانظر إلى الرمانة كيف هذه يا الله ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آباطهم فلا يظل على الأرض يموت المؤمنين خلاص إلا لكع ابن لكع يتهارجون تهارج الحمر يعني زي الحيوانات والعزو بالله عليهم تقوم الساعة هذه أو هذا بإجمال علامات الساعة الكبرى يعني قصصتها في إجاز البسيط ثم عليك بالتفصيل بعد أعطينا فترة لأيت الزميل الخضرة عبدالطالبي ألحقنا بالفاصل الآن نواصل بعد وإقام معنا مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا ورحبا بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورام عبدالكافي مرحبا بفضلتكم مرحبا بفضلتكم مرحبا برناي لا أتصور كيف نكونكم من الحلقة حقيقة لك ننتجسر بأمو هذه أهوال غريبة الشكل المولان هذا ابني هذا مجرد أننا نتكلم ونشأل فما بالك لمن عاين لا إله ولذلك هكذا كانت عبادة سيدنا محمد الله يستهد والسلام يتجسد كل هذا أمامه وهو يعبد لو تعلمون ما أعلم لو نعرف ما كان يعرف رسول شوفه كل هذه الصور أمامه أمامه واضحة إنسان يصلي فتفتح باب الجنة ويرى بابا من النار ويرى عنقودا من العنب ويرى هذا كأنه رأي العين ونحن مسلمين حتى الآن لا نسمع عن هذه الأشياء تفصيلا وإذا تكلمت فيها ياخد تخرج ألسنة كثيرة لا داعي لهذا الكلام يا شيخ أنت ترهي بنا لا إله إلا الله نحن نوضح للناس نحن نوضح للناس ما هم قادمون عليه والله إن موتنا الآن موتنا على علمه خلاص الله هو فور رحيم لو ظللنا على قيد الحياة وظهرت هذه لابد من دراستها ومعرفتها نحن مكلفون بمعرفتها صحيح نعم مكلفون بمعرفتها طبعا طبعا الله سبحان الله على من يقول إننا نستخدم أسلوب الترهيب يهدأ بعض الشيء أمام هذه الأهوال لا لا هو القضية أن هذه حقائق فلابد من معرفتها ولابد من الاستعداد لها نعم نعم تفضل يا أولا نبدأ بمسألة الشمس نعم أولى هذه العلامات الشمس هكذا يعني ربما كما وضحت لك أن الناس فجأة أن الشمس أن الشمس قد طلعت من الغرب تطلع من الغرب تظل بهذا المنطق سنة كاملة يعني إذن هذا دليل على أن الناس في حالة من الظهر الشريط أنت يا بني لو جلست في ضوء لمدة أربعة آن متتالية تنهر عصابك تحين هذا ما يتحمل بشر أن يجلس طول هذه الفترة في الشمس تنهر يا بني عصابك الإنسان تنهر عصابك لا يبد أن يأتي هدأة الليل لا يعني لا قل لو جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تشكنون فيه لا إله إلا الله من سوى الله عز وجل يعني إذن من نعم الله إيه الليل خلق الليلة والنهار تعاقبهم فينا يعني عشان يجي الليل نهدأ صح ندعو الله ونستغفر ونعيد السكينة إلى نفسه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا نحن نحن أما أن تقلب البشرية الليل إلى معاشا والنهار إلى لباسا يعني أن صنع البشرية في جوانتانامو لم يناموا طوال الليل بهذه اللنباط الكهربائية لم ينام نسألها السلامة نمرنا بالشمس الإلهية حينما تخرج علينا هكذا هكذا لا وبعدين تطلع من الغرب فأنت ظلك وأن تماشي هكذا تجد ظلك في النحية الأخرى هذا الأمر لا تتوقعه يعني سبحان الله نعم فلما تطلع الشمس يعني نذير كبير لأن خلاص علامات الساعة سوف تترى نحن لا نسأل هنا عن السنوات التي تمقث صحيح ثانيا الأحداث متتابعة صحيح واذا بالتوبة أغلق قضي الأمر تماما اسمع إلى نص الحديث تفضل لا تقومش ساعة حتى تطلع الشمس من مغربها نعم فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هكذا يقول الحبيب مصطفى مستندا إلى الآية الكريمة نعم ولتقومن الساعة وقد نشر يعني أول علامة هذه وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما البائع والمشتري نعم لا شر الثوب عشر يشتر فلا يتبايعانه ولا يطيانه يتركوه لا بيع ولا شر خلاص يعني الشمس طعب من الغرب بعدك إيه وشريدك إيه وكان الحياة تتوقف فجأة هو فجأة يقول له الشمس ينادي المنادي والناس تسمع هيا قد طلعت شمس من الغرب فالناس تأقر حاليا ككذا ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته لبن الناقة يعني لا فلا يشربه وحالب الناقة وراح يشرب عطشان أو يفطر في ربن أو غيره لا خرص سبحان الله ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه يعني بيصلح الحوض اللي عنده في البتاع الماء يبنيه أو يعيب بناه فلا يكمله سيبوا يمشي سبحان الله وقد رفع أحدكم اللقمته إذا فيه فلم يطعمها يا الله هكذا قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نعم سبحان الله قلنا إن المكث بين شروق الشمس واختفائها إلى طلوعها ثلاثة آيات من المغرب من المغرب ثلاثة آيات ثلاثة آيات تبدأ الآيات الله سبحانه وتعالى يعني لما الصحابة خافوا والرسول طمأنهم بمسألة أن نقدر لهذا اليوم قدره تمام بدأ البيول إذا ظهرت هذه تتابعة العلامات يعني خلاص بدأت المسألة كما ينفرط العقد لا خلاص ينفرط العقد سبحان الله على أثرها تظهر الداب طيب يعني معذرة اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب يكونه أي أيام الأسبوع أم لم يرد في هذا لم يرد ربما ربما ورد يوم الجمعة على أساس أنه أول علامة كبرى أو أن الساعة هي يوم الجمعة كان يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم تطلع فيه ورد فيه آدم وتقوم فيه الساعة لكن متى كيف لم ترد أحاديث أو أخبار صادقة أستطيع أن أؤكدها لك في أي يوم لأنها لا تأتيكم إلا بغد وهي أولاها فجأة فجأة لا تأتيكم إلا خلاص فجأة سبحان الله نعم ناتي للداب يعني أنا يعني معذرة البقع البشرية الموجودة على سطح الأرض سوف ترى طروع الشمس من المغرب نعم كل الناس لا أحد إلا ويرى وهم على أماكنهم هكذا أم يكونون في أماكن الله أعلم هم في أماكن الكل سوف يرى الكل سوف يرى كل سوف يرى نعم يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون سبحان الله نعم إذن بالقطع كما قال القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني حتى نستطيع أن نرى الشمس هكذا نعم 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 يعني من عام الماضي قالت ناس قالت ناس قالوا أن المريخ لما أبطأت حركته حركة الأرض قليلا فأشرق فطلعت عليه الشمس من الغرب وقال علماء الفلك وسوف يفعل بالأرض بعد سنين ما يفعل بالمريخ وعلى آية حال كما تفضلتم فضلاتكم لا نرتكن إلى نظرات علمية لا 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 نرتكن إلى الكلام المستخدم لا 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 دعني أن نحن في برنامجنا كتاب وصلنا نعم ثم الدابة الدابة تخرج الدابة نعم حديث الرسول نعم 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 فتسم الناس على خراطيمهم تلمس على الأنف على الأنف سبحان الله سنسمهم على الخرطوم سبحان الله ثم يعني يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير يعني يغمر الأخبار دي وتنتشر حتى يشتري الرجل فيقول ممن اشتريته يقول اشتريته من أحد المخطمين الذي عليهم علام عليه علام مالوش اسم اختفى الاسم اشتريت البعير ده من من السيارة هذه من من ينسي الله تبارك وتعالى الناس الأسماء حرارة والواحد من المخطمين وهو أيضا مخطم نعم لا مش كل الناس يعني تقطم كل الناس هي من يخطم من يخطم أولي عاذب الله الذي متاب حتى يفزع الذي لا يصلي إلى الصلاة فيصلي فتأتيه الدابة تقول الآن يا فلان الله أكبر نصر حديث كل واحد إذا ذهب ليصلي وهو لم يكن يصلي من قبل تقول له الآن يا فلان يقول الآن صلي يقول الآن تضعي الحجاب تغطي رأسك الآن خلاص قضي الأمر لا ينفع نفسه نصر الآن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان يا خير تخرجوا معها عصى موسى وخاتم سليمان نصر حديث فتخطم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصى حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون على خوانهم يعني على المندضة المائدة يعني يأكلون نعم فيقول هذا خذ هذا يا مؤمن خذ هذا يا كافر ينول الطعام بمسمى مؤمن وكافر استمالت الأمور ظهرت الحقائق أمو الليه لما نيجي إحنا بعد كده إن شاء الله لمساعدة المؤمن فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم خلاص الحقائق أصبحت واضحة المسميات صارت في وضعها وهذا هو أصل التسميع هذا مؤمن هذا كافر صح إذن فليعمل كل مننا على أن ينال أسفا بس 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 شوف إي حصولي التعامل وسبحان الله العظيم طيب إلا الله فارفض الناس عنها شتى نص الحديث فانفض فارفض بالرأة فارفض يعني فض ابتعد الناس عنها خافوا لأنها دي نجي لأصلها الآن طيب كما رأاها تميم الدار لما 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 انفض الناس عنها سبحان الله ارفض الناس عنها شتى وثبتت عصابتهم من المؤمنين لأن المؤمن بثبات يثبت الله الذي آمن بالقول أو الثابتة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالبين ويفعلوا الله بعشاء نعم التثبيت ده مهم والتثبيت ده من ايه من الداخل من الداخل سبحان الله فبدأت بهم هي الدبة وما تبدأ تبدأ بالإيه بالعصابة المؤمنين بعصى موسى بعصى سبحان الله فحلت وجوههم سبحان الله كل المؤمنين الموجودين المؤمنين وهي سريعة كل قرية وكل مدينة وكل بلد تتخرك أنا أريد أن أتصور كيفية الحركة كيف تكون لا أنا ولا أنت ولا المشاهدين سوف نتصور هذا أمر الله ولكنها سوف تجوز وتجوز في الأرض ستسمى الجساسة سرعتها سرعة الريح المرسلة تضع حافرة حيثما وقعت عينها يا الله بهذه السرعة يعني إذن لا تصور أن الناس أن الناس كلهم لا يكونون مجموعون إلى منطقة المحددة لا 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 في مناطقها في مناطقها هي تجوز الجساسة متسمى الجساسة هي تتجاول عليهم تتجاول سبحان الله حتى حلتها لهم فجعلتها كأنها الكوكب الذري الله الله وجعل منهم إذا حصلنا أمين يا رب حتى إن الرجل يتعوذ منها خاف فيقف يصلي دل هو الآخر با مش المؤمنين فتأتي خلفه وتقول يا فلان هل الآن تصلي لا تقبل الصلاة نعم نعم طيب وصف هذه الناقة الدابة سوف نأتي لحديث تميم عشان لا نستبق الأحداث طيب عشان أريد أن أسلسل مع الإخوة المشاهدين ومشاهدات الأحداث هذه الدب الدخان الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين دخان واضح ظاهر وارتقب في اللغة يعني احفظ أصل الرقابة الحيخ ارتقب صحيح ارتقب حرقاه نعم فاحفظ يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس احفظ هذا اليوم وادرك هذا اليوم يعني ادركه إدراكا بعقلك وترقب له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغش الناس كل الناس الدنيا تظلم الدخان على الرؤوس سبحان الله العظيم تظلم أيضا بعدما أشرقت طبعا طبعا خراص ما الأحداث وربع ضح سبحان الله يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عننا العذاب إنا مؤمنون خراص سبحان الله وعدين أن لهم الذكرى منذ متى لا تحين من خراص أن لهم الذكرى كان العلماء يقولوا أسوأ ناس عند الناس العلماء كل من عالم يكلم يطلع له سبوع عمية واحد يا عمي يا خطأ يا عمي سكوت انتهى قال الدنيا سبحان الله ما قال نعم لا ولا ولا أخواتنا لا لا سبحان الله ف يعني بعدما ما يظهر الدخان يصير الأمر صعب لأن المؤمن يصيره على رأس المؤمن كالزكمة وعلى رأس الكافر والمنافق والفاجر كنيران تغلي فمقرأس وليس يجب دعاءه ليس يجب دعاءه وهذه هي هي الثالثة نعم ثم المسيخ الدجال ندخل في في نص الحديث نعم عن أمامة ابن أبي أمامة الباهرية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتق الحديث بنصي كي لا أترك حرفا واحدا نعم لأن كلام يعني ما 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 ليس فيه لا أجعل العقل ولا سبحان الله نعم أحفاظه نعم ولكن أنتقه كما هو نعم الحمد لله إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال هذه أعظم فيه الله أصفي حد ربنا عطاه توكيل ولا نموخد نصر ولا لا 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 كل دول تلاميذ صغار في مدرسة المسيخ لا هذه الحرائق وهذا القتل وهذا الدمار إبليس نفسه كل شغل وسوس ليس بدرية المسيخ الذي يظهر كشاهد أين إبليس من المسيخ وقتها سيكون ماذا لا لا سبحان الله يعني هو يقال أنه يأتي ليسجد هناك قريبا من بيت المغض فتطاوه الدب وامتهي من أمره سبحان الله لا سبحان الله طيب وإن الله لم يبعث نبيا هكذا كلامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا حذر أمته منه وأنا آخر الأنبياء طيب سبحان الله وأنتم آخر الأمم يعني إبليس نفسه لمن لن بس هذا كذا وهو خارج فيكم لا محالة إبليس نفسه لا محالة سيتحقق وإذا دايما أنا بعد التشاهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال كل تشاهد لازم هذا كلام للإخوة والأخوات اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال أستعين بالله والأملك شيء لا وإن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مستنى وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق هذه المنطقة سبحان الله فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبت هو الذي يقول الرسول نادي وكأنه يرى المسيح ويتحرك ويرى بقية أمات المؤمنة يقول له مثبت ويعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله لا تخافوا يعني كأن الرسول قلبه مع بقية المؤمنين السلام فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبلي يتصد بيعشرح إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي رادي وعط حديد المؤمنة نعم ويثني ويقول أنا ربكم وأنتم لن ترون ربكم حتى تموت وإنه أعور وربكم ليس بأعور الرسول هكذا يثبت هذه أمارات لا سبحان الله وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب نعم كل يقرأ وإن من فتنتي أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار يا الله جميل شو رسول الله معنا الإجابة يعني إيه يعني إيه يعني إيه وعطه طيعه لأنه لو أطعته ويقولك أدخلك الجنة أدخلك النار لأنه تؤمن به والعياذ بالله كرب وهناك من يؤمن به كثير ويدخلون ناره ويدخلون لا 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 لأنه يدخلون نار الحقيقي خاصة هذا السوء الخاتم هو أعماله سيئة ثم جاء المسيقي الدجال ليبع له أخر مصمار في نعش دخوله النار يدخل كافرا وليعاذ بالله لأنه خلاص هو سابقة أعماله إيه مهزوز ولكن صفا ما يفعله كما تفضلتم فضلاتكم الآن بأن معه جنة ونار ربما هذه إرهاصات للناس تصدق بأنه إله وليعاذ بالله وهو تصدق بما تصدق بأن الآخر مهزوز إيمانيا أنت تستطيع الآن أن تقول لموظف في مهنة يقلب منها راتب الحرام تقول له تترك المهنة الآن يقول لا هل هذا عند يقيم لا فهو نفس القضية إلا يؤمن بهذا من لا يقيم عنده يعني لي تذرع أحد من الناس الموجود وقتها بأنه خدع في الأمر ما هو الصحابة قالوا طبيعا ده هو معاه الأكل والشور معاه المفاتيح الخزنة صحيح قال الرسول صلى الله عليه الله يكرم عباده المؤمن بالتهليل والتسبيح والتحميل يلهمونه كما يلهم النفس يعني المؤمن أنه طبيعا تذكر شكار بكاء يسبح ويحمد وهكذا فيلهم به حتى جاء الأعربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة كان الرسول في حالة غضب وعمر رفض دخول الأعربي قال لدعو قال رسول في حالة غضب من أن الصحابة قتلوا عند بئر الرجل مهم يعني فأدخلوه قال يا رسول الله سمعتك تقول عن المسيخ الدجال ومعه الأكل والشرب سبحان الله فما بالك يا رسول انضربت في ثريده مدعيا الإيمان به ثم كفرت به بعد ذلك فتبسم الرسول وقال صلى الله عليه وسلم بل يغنيك الله بما يغني عباده المؤمنين بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تلهم به يا عبد الله كما تلهم النفس زي الشيخ بأسلام نعم وطعامه وشرابه طعام وشراب طعام وشراب لكن للأسف كله تخيلات كله تخيلات مبني على عدم يقين من أمامه ثم يا المسيخ لمسخ عينه أو مسيح لأنه يمسح بقية الإيمان المتزعزع عند أكباعه يمسح كل الباقي خلاص كان عنده شيئة إيمان بسيطة يمسح والدجال والدجال لأنه يكذب على الناس معه جنة ونار هذا كذب هذا كذب كله كذب وأنا نبي وأنا رب وهكذا يقول وهذا كله كذب من أين يأتي بالجنة والنار؟ هو يدعي أن هذه الجنة وهذه كانوا يعني زي الحاوي الله هو الحاوي ليس يتحق على الناس إذن هو ليس التصور أنهم متقدم علميا مثلا لا 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 استخدام أنواع محددة من الأشعف في الرمال الله أعلم قد يقول لك لكن هو يقنع من حوله لأن لماذا يخاف الناس ممن فوقه في الوظيفة؟ لأنه لا يقين عنده يظن أن هذا من يدي مفتاح أن يعطيه وأن يمنعه يعني أن يعطيه الرزق أو يمنعه الرزق هذا موجود عام يعني معذرة إذا حولنا أن نصوغ هذا الأمر في سيقيات التقدم العلم والتكنولوجيا وأن نهبط إلى الواقع الآن كيف نتصور ظهور المسيخ الدجال في هذه الأطباق الطائرة مثلا عبني ربما الأرض نفسها الحضارة تندثر الله أكبر لا إله إلا الله حتى إذا أخذت الأرض زخروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمر الله أكبر فجأة زلزالة وعدم العالم تعود البشرية مرة أخرى أين الرومان أين الإغريق أين الفراعينة أين البابليين أين الأشوريين أين حضارة الصين أين الملوك التي كانت مسلطرة أين هؤلاء وأين ما ساساهم في الناس ساسانهم سبحان الله أين قصور أين ما القارون أين هؤلاء أين دولة بدل الأفطس أين دولة المسلمين في الأمدلس أين ذهبت سبحان الله هذا المسيخ الدجال إنسان بشر له أب نوع لا 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 هو هكذا ولا يتناسل هكذا قال الرسول سوف نأتي لهذا أن أعرض أن أفهم عن يانيه سوف نأتي أنت عايزت تغصف المسألة بالتفصيل نعم 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 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فخفض فيه ورفع فضل يتحدث طويلا يعني نعم يعلو صوته ويخفض صوته حتى ظنناه في طائفة النخل نعم فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا اقتربوا من وجه رسول الله فشافوا المخيفين زي ما أنت خاف الآن أنا خاف صحابة خافوا شيء مخيف شيء مخيف فقال ما بكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة صحابة هو شافوا مرعوبين سبحان الله ما بكم مدامين عمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وعبد الرحمن الصفوة الصفوة سبحان الله يبدو أبني قلوبنا قد تحجرت أين نحن من أولاد وعمار كان يخاف من مجرد ذكر سماع هذا الشخص ولكن الفافت يا إخوة وعني يقول يعني أظنه يعني يظهر بجواري فأقتله يا رسول الله ما تصلت عليه يا عمر لا قلنا يا رسول الله ذكرت الجلدال غداة ذكرت الدجال غداة غداة بعد صلاة الصبح يا رسول يذكر هذا في صلاة الصبح اليوم لو كلمنا كلمتين بعد صلاة فجر الناس صحيح هو لا يستمع لك أحد تشاؤم وليت ابتاليب بهذا التشاؤم الحان الله فخفطت فيه ورفعت حتى ظنناه في النخل فقال غير الدجال أخوافني عليكم يا رسول الله يعني فيه فتن كثيرة سوف تأتي لكم أكثر من الدجال لأن الدجال سوف يأتي يجني ثمرة شياطين الإنس والجن كيف الشياطين الإنس والجن الآن يشتغل علينا لا والله اللي بيتبعهم خلاص ضعف إمام صحيح فلم يجي بسيك الدجال يستقل يمحي بقية الإمام خلاص انتهى لا الله أكبر حتى يحقق كفره فيدخل النار بس عشان ليس له حج على الله بعد ذلك يا الله ليس له عذر ألك عذر تعتذر إلينا به ها هكذا يقول الله للعبد نعم نعم فخلاص لو تماسك هذا نعم لكان له حج على الله بما لديه من بقية إمام لعن لو عاسك لكن من أين يتماسك وهو ليس له سابقة كما قلت عصيده صفر نعم مثلا ياريت صفر رصيده بالنقص رصيده صفر يابن عليه رصيده عليه ضده نعم إنه شاب قطط شاب قطط ما معنى قطط يعني أقرب إلى الطول طويل طويل عينه طافئة جاحظة بارزة في رواية تانية كالعنبة عينه اليمنى فقط عينه اليمنى فقط عينه اليمنى الأخرى مطموسة اليمنى مطموسة واليسرى بارزة واليسرى بارزة نعم أعوذ بالله رب العالمين ذي قراصمة البحر أعوذ بالله ذي الضفضعة أعوذ بالله كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن يبدو أنه واحد كان موجود أعوذ بالله أعوذ بالله فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف الرسول بيعطينا العلاج يعني ما تركنا إلا أب حنون علينا هكذا نلتقط الأنفاس هكذا بفواتح سورة الكهف وإنه خارج من خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتوا قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض جدي يمكث قال أربعون يوم فقط بس والعاذ بالله من أيامنا أيضاً أيام سوداء أيام سوداء لا نقول أيام سوداء أيام الله لا تسود ماذا نقول أيام صعبة لا يوصف اليوم للسود أو أعمال الأعمال فيها سوداء لا سألنا أن يبير أربعون يوماً اسمع يوم كسنة ده ليست كأيامنا ويوم كشهر ويوم كجمعة ومن اليوم الرابع كأيامكم ذي الشمس مثل الشمس يا الله لأنه هيطوف في البلاد هيطوف في البلاد عندك أربعة عشر شهراً تقريباً يطوف في البلاد ويدخل كل ما في بيت من مدر ولا حضر ولا وابر إلا ما يروح يدخلوا يدخل البيوت والشوارع ويمشي في الأزقة والحوال وأتبعوا يسيرون خلفه والمؤمنون يثبتون على إيمانهم في أماكنهم ويقرؤون على جفاته كافرون سبحان الله قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاح شوفوا الصحابة شابوا كل الموضوع ومشكوا في موضوع الإيه الصلاح الصلاح بين العبد وبين رب صحيح الصلاح بين العبد أنا أثبت كيف من غير إيمان نجوم كيف أثبت من غير إيمان يا أخي ما كان شريع إيمان سبحان الله إذا الإيمان ضاعه فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيدين ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قريمة هكذا أرادوا تخريبها فقال قدروا لهذا اليوم قدرة قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض أسئلة كما تسأل أنت الصحابة يسألون نعم قال كالغيث كما أسأل أنا سبحان الله كالغيث المرسلة شوالغيث سرعته سرعة المطر آه وفي رواية الكرديح المرسلة سبحان الله هو الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرات لأنه لأخر فتنة ولماذا يصنع الله بنا هكذا لا 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 ليستبينا الخبيث من الطيب أولا أصنع عياله وعباده قال لا لا نحن عباده ولكن لما ننحرف بعيدا فما نحن بعباده وعدنا برحمته أشاء وعد المؤمنين يختصوا برحمته من يشاء لا إله إلا الله قال رحمتي أصيب بيها من أشاء فسأكتبها للكل لا لا يتبعون الرسول النبي الأمي أنا فيها مواصفات فيها مواصفات نعم ولكن قبل في الحلقة الماضية أيضا تحدثنا عن الشابس والدخان نعم واليوم نتحدث عن محورين جديدين من هذه العلامات ولكن قبل أن ندف إليهما يعني سمحني فضلتكم ما زالت هناك فكرة تراودني وهي تأتيني بعض المكالمات من الناس بأنكم ترهبوننا بأنكم تيأسوننا بأنكم تدعونا أن نجلس في البيوت ونضع أيدينا على خدودنا وننتظر قيام الساعة بأن الباب قد أغلق بأن كذا وأن كذا فأين أسلوب الترغيب ولماذا تعتمدون على أسلوب الترهيب أولا الوعد الحق ترغيب أكثر منه ترهيب عجبا كيف كيف الدنيا وقد قاربت على الزواج على الانتهاء وقد ثبت هذا بالأحاديث وبالاستقرأ وبكتاب الله عز وجل ونحن آخر الأمم بالله عليك عندما يدق جرس الإنذار أن الساعة على الأبواب ألا يوقظ فينا همة أن نعمر الدنيا بمنطقة آخرة حتى لا نتعك الراية منخفضة إذا رحلنا الكجيل وظلت الدنيا ما قامت الساعة بعد إلا أن يدث أبناؤنا دنيا معمرة بدين الله سبحانه وتعالى وبكلمة التوحيد حتى نعذر إلى رب العبادة عز وجل أم أننا ننزوي ونطلق الدنيا وتزوجها غيرنا ويحتل أرضنا ويتحكب في مقدراتنا وينتهك مقدساتنا وتصير كما نحن الآن يدنا سفلة وليست عرية الآخرة والوعد الحق تم بتفينا شجرة اليقين والتأكد على الله وتعمير الدنيا بمنطقة آخرة حتى إذا جاء الموت يعني نحاول ملكا أو نموت فنعذرها نعم فهي دعوة للترغيب وليست للترغيب والدين والقرآن قائم على ترغيب وترغيب لكن أنا أرى أن الوعد الحق أقرب للترغيب أن نلحق أنفسنا بأن نصدع للإسلام الشيء حتى إذا كان هذا البرنامج يعتمد على الترغيب فلا غضادة في ذلك أيضا هو ترغيب وترغيب دق النقوس وقرع الأجلس لكي يتفيق الناس وتعود إلى جدة الصواب محمد ابن أنا أشرح ما جاء في الكتاب والسنة أنا ما أأتي بشيء من عندي أنا أنقذ ما سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قصر البعض في شرح تلك الأمور ربما أنا وضعت في هذا الموضع لنتحدث في هذا الأمر فأنا أسعد ثغرة من الثغرات ربما نسيها الكثير وطالما أن هذا هو كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم فلا مشاحت بيننا إذن في هذا الحدوى أكرنا عم البابنا بارك الله في فضلتكم وبالقطع هناك أسئلة كثيرة وكثيرة تدور في أذهاننا جميعا حول الدابة ووصفها وشكلها وحركتها ومن أين تنشأ وإلى ماذا تنتهي وكيفية حركتها وماذا تصنع في الناس ثم هناك أسئلة كثيرة أيضا عن المسيخ الدجال هل هو بشر أم لا ماذا عن أبيه وأمه هل هو موجود أم غير موجود وحديث تميم الداري هل هو صحيح أم غير صحيح وبعض الكتابات التي كتبت وألفت في هذا الموضوع وردت هذه الأشياء بما يحدث من قصة الأطباق الطائرة وما يحدث من تقدم علم وتكنولوجي على أرض الواقع الذي نحيه الآن ومن حسن الطالع أن يكون ضيفنا وضيفكم المستمر الدعاء الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي وهو رجل له باع كبير في مجال الدراسات الأكاديمية ومجال التحقيق ولا سيما أنه نال شهادة الدكتوراه وتعلم تعلما جيدا كيف يحققه بشكل أكاديمي علاو يفيدنا في هذه الحلقات بمشيئة الله تبارك وتعالى مرحبا بفضلاتكم بفضلات دعاء الإسلام الكبير بفضلاتكم في مرة أخرى وأنا مشتاق لكي ندلف إلى هذا العالم الذي حدثنا عنه القرآن وحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنيتم عمرا طويلا من عمر فضلاتكم في البحث والتفحيص والتمحيص والتدقيق في هذه الروايات والأحاديث ونبدأ بالدبة توقع الله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجز لك القضية ثم نعود إلى مات تفصيل لا بأس فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إحدى الصحابيات الجديدية لها أخ من مشاهير الصحابة اسمه ضحاك بن قيس رضي الله بيت صالحين فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعة النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه الصلاة جامعة فدلفنا إلى المسج فكنت أول صفوف النساء التي تل الرجال أنا لا أترك مثل هذا الخبر يعني يمر هكذا لا 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 نبدأ أن أقف عنه يعني أنا اليوم أسمح ونسمح جميعا لنسائنا وبناتنا وأخواتنا يرتدنا الأسواق ويجلنا في الأسواق ويطفنا في الأسواق ويذهبنا إلى العمل ومنظومة العمل صباحا مساء ثم يخرج إنسان يعني منتسب إلى الدين يمنع يعني دخول النساء إلى المساجد وحضور النساء صورات صلاوات الجماعة وحضور النساء إلى دروس العلم في المسجد يعني أنا أخرجها كل يوم للعمل وإلى الجامعة وأمنعها من حضور مجلس علم في بيت الله يعني هل أترك حديث رسول الله سلم لا تمنع إماء الله المساجد ويأتي رجل لا أدري من هو ويقول لا لتصلي في مخدعها أفضل وفي ساحة وسادتها أفضل وفي خلفها يعني كلام يعني فلا بد أن أقف عند هذه يعني من لذا ما أنت تتحدث عن التحقيق والتدقيق لا يعني ما الذي جاء بفاطمة بن تقيس لتصلي في أول صفوف النساء لما سمعت منادي رسول الله ويأتي رسول الله وكل نسائنا طبعا لفاطمة رضي الله عنه صحيح فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى المنبر متهلل من وجهه يعني أن السيدة فاطمة رأت وشب على بوع كان محمد ابن في المسجد النبوي ليس هناك حاجز بين الرجال والنساء الرجال في الخلف الرجال في الأمان اطمئن رسول الله إلى هذا المجتمع لا تنظر مرأة على رجل سبحان الله احنا عملنا قوات وعملنا وكاننا نعني نريد مثلا هذه المدينة يكون فيها الرجال فقط وهذه المدينة تكون فيها النساء فقط لما نطمئن إلى فضلاتكم ضد الفصل هذا لا هو فصل عنصري لأنه هو نعم نحن نضع حاجزا لتأخذ الأخوات راحتهم مع بعضهم لكن انظر إلى المجتمع الفاضل عندما كان ما كانش فيه حواجز صحيح فهي قوي يعني فهو لما ازداد استحمل النساء وكثر عدد الداخلين والداخلات للإسلام قال صلى الله عليه وسلم هل لا جعلتم لهن هذا الباب فأصبح باب النساء إلى الأهل في المسجد المكتوب على الباب النساء هذا ما أشار به صلى الله عليه وسلم فمتهللا وجهه صلى الله عليه وسلم قال إن تميمن الداري تميم الداري هذا كان رجلا نصرانيا فأسلم هذا حديث صحيح 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 ورجاله ثقات نعم إن تميمن الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم وحدثني حديثا حدثتكموه من قبل يعني الرسول قال كلاما للصحابة وجاء تميم ليعلن إسلاما وليكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عما حدث به الصحابة قبل أن يرى تميم نعم قال يا رسول الله ركبت مع ثلاثين رجلا من لخ وخذام قبلته معرفته فلعب بنا الموج شهرا والبحر مغتلم يعني الأمواج هائج عالية وهناك أثر يقول من ركب البحر وهو مغتلم فمات كان منتحرا من ركب البحر وهو مغتلم الأمواج عالية يعني الإنسان لم لماذا؟ لأنه ألقى بنفسه للتهلك تماما وبالتالي تقيس عليها أولادنا الذين يسيرون بسيارات أكثر من مئة وخمسين ومئتين كيلو متر على طريق لا يسمح له أكثر بمئة هذا غير الشهيد لا شهيد لا شهدت عنده لأنه هو الذي أنهى حياته وأخاف ووضع الظعر فيه وأرعب الأخرين وأرعب الأخرين والمسلم لا يرعب مسلما حتى ولو بالضحك لابد أن نكون وقفين عند مدلولات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوثي جوامع الكلمة لكل كلمة منهج صح عليه السلام هم ركبوا البحر وهو هكذا وهو هكذا مختلف نعم فظل تلعب بهم الأمواج شهرا حتى أرفقوا إذا قال أرفقنا إلى جزيرة يعني وصلت السفينة إلى شاطئ الجزيرة لم يقل التميم ما هو هذا البحر هل هو البحر العبد المتوسط هل هو المحيط لإندي أهلما هذه الإسلام دائما وعظمة القرآن حتى لما نعود للقرآن أو للسنة تجد أنه لا يهتم بالحبكة الدرامية في مسألة الزمان والمكان والأسماء لا تدخل في قضيتنا يهتم بلب الموضوع أما مسألة عدد أهل الكاف أين كانوا أين مكانهم أين زمانهم أنا خرص فتياتهم آمنوا بربهم خرصت المسألة قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمان من هو لا يهم منه فهكذا عظمة القصة القرآنية وعظمة الشرح النبوي في القضايا يعني مثلا من ما أسألوه حتى الصحابة أي بحر ركبت أنا سأعلم كلام الرسولين ما عندهم وقت التفاصيل هناك بعض الكتب تتحدث هذا بحر المتوسط هذا بحر العرب هذا بحر برموضة كل هذا لا نلقي له بالا لم يرد شيء منه في النصوص التي حققتها نحن مع النصوص الثابتة لا ندخل أنفسنا في تفاصيل ربما لا تعود حتى وأن كانت سليمة ربما لا تعود علينا بالفائدة نعم فأرفقنا إلى جزيرة فاختبأنا عند حافتها فإذا بدابة أهلب نعم دابة يعني لا يعرف زينها من ذنبها من رسيح من كثرة الشعر لها شعر كثيف قالت من أنتم؟ بلغة عربية أو بلغة عربية بلغة عربية نعم نصراني عربي نعم ففرقنا منها وظنناها شيطانا لأن العرب كانوا يعتقدوا في الجن وأن الجن يخرجون في الصيف والشاعر له يملهم من الجن كان عندهم القضية دي فظنناها شيطان من أنتم؟ قالوا نحن قوم من جزيرة العرب ركبنا هذه السفينة فلعبت بنا الأمواج شهرا فأرفعنا إلى هذه الجزيرة قالت إن هناك شخص في هذا الكهف لكم بالأشواق مشتاق أن يراكم ففرقنا منها فصارت أمامنا خافوا نعم فدخلنا فإذا برجل أعظم صورة رأينا حجما يعني إنسان ضخم ضخم ظهره إلى الكهف نعم ويديه إلى عنقه نعم مربوط بسلاسلة من حديد قال قال من أنتم قلنا نحن قوم أعد القضية قال ماذا صنع أو صعل نخل بيسان منطقة العربية فيها نخل أما زال يطرح قلنا بلا نعم ما زال يطرح قال سوف يأتي زمن لن يطرح ما أخبار بحيرة طبرية أما زال فيها ماء قلنا نعم بلا ما زال فيها ماء نعم فيها ماء قال سوف يأتي يوم يجف فيه ماء بحيرة طبرية ماذا صنع رسول الأمنيين قلنا لقد بعث قال وماذا صنعت العرب آمنوا به قال خير لهم أن يؤمنوا طالما وقد اطلعتم عليه أنا المسيح الدجال وهنا المفاجأة فالعرب بطبيعتهم هؤلاء القوم الثلاثون ليسوا من المسلمين في هذا الوقت هذا الخبر موجود في الإنجيل يعني أنت مم يعلمه مثلا الأنجيل الحقيقي لا بد أن يكون فيه نعم لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري قال ما من نبي إلا وحذر قومه منه نعم وفي روايات تقول أن الرسول لما اجتمع في رحلة المعراج مع كريم الله موسى وخليل الله إبراهيم وروح الله عيسى تذكروا المسيح الدجال في روايات الله سبحانه الله انظر إلى حديث الله خبره عندهم نعم 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 حتى إن إبراهيم ما خبر قال ما عندي عنه خبر قال موسى يعني أدل بلاله في القضية ولكن أنا حققت المسألة فوجدت في السنة شيء بسيط لكن المات في السريح أنا لا أستريح فلذلك محيتها جانبا نعم دعنا في إيه فيما صدق عن رسول الله عليه السلام أنا المسيح الدجال أنا المسيح الدجال أنا المسيح الدجال أنا المسيح الدجال أنا أذكر في سنة 75 وقلت هذا من قبل كده مرة أخرى أن لما ذكر لهم عن بحير الطفرية أن ماها سوف يجف نعم أن أحد الموليدين عندي يعني سوف من ثلاثين عاما نعم جانب بورقة من خبر في جريدة مشهورة بنت صغيرة قد يعني رفعت ثيابها قليلا بنتها عند عشر سنوات والماء يصل إلى أقل من ركبتها في بحير الطبرية والصورة من بحير الطبرية وعنوان الصورة جفت المياه أو كادت في بحير الطبرية الله أكبر يعني هذه الصورة من عام 75 في جريدة أذكرها تماما يعني تحققتها يعني لا ينطق عن الهواء صلى الله عليه وسلم المهم فالمسيح الدجال قال أنا وقد اطلعتم علي يعني خلاص الأمر يعني أصبح يعني كده فلازم أتكلم يعني سوف يؤذن لي بالخروج فما من مكان من مدر أو وبر إلا ووصلت إليه نعم فبقيت القصة بهذا المنطق يعني فلما عاد تميم ودخل الإسلام قص على الرسول لهذه القصة العجيبة فقال عليه السلام سرني ما سمعته من تميم فأحببت أن أقصه عليكم مرة يعني الرسول كان قص هذه القصة بجاء تميم ليؤكد القضية تحب نقرأ النص بوضوح لكي يواصل معنا الإخوة المشاهدين والمشاهدين عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما نادع عليه وهو يضحك يعني مش متهلل يضحك ما يضحك النبي عليه السلامة يضحكه شوف جماعة له مئة وعشرين موقفاً في البخاري ومسلم من حياته في ضحكه وبكائه في سروره وحزنه مئة وعشر موقف وجد أنه لا يضحك إلا لدين ولا يحزن إلا لدين صلى الله عليه وسلم ما ضحك لدنيا ما كان يغضب إلا لله ما حزن إلا لدنيا فقط يعني لما المنافقون خاضوا في عرض أسامة ولون مختلف عن لون أبيه وفرح النبي من هذا النساب الذي رأى قدمي كليهما زايد وأبيه سبحان الله زايد وأباه فسبحان الله وقال أقدام هذا من أقدام ذاك ففرح النبي فرصلا بينه زايد وابنه زايد وابنه زايد وابنه أسامة نعم فهكذا يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحان الله يعني يوم فتح خيبر كان عاد آخر المهاجرين من الحبشة نعم تحت قيادة جعفر فلما بلغ أن جعفر وصل للمدينة وعلى أبواب المسجد قام الرسول حافيا صلى الله سلم يلملم ثوبة يقول والله لا أدري بأيهما أفرح أبي فتح خيبر أم بعودة جعفر لأن جعفر أحد الخمسة الذين كانوا يشبهون رسول الله وقال له أجبهت خلقي وخلقي سبحان الله إذا رأى أحد جعفر وهو قادم يقول هذا رسول الله الله سبحان الله وكانت فاطمة كذلك حتى في مشيتها طيب هنا ما الذي يضحك رسول الله وهو يتحدث عن خبر من الأخبار الآخرة يضحك لأن هناك إرهاصات وخوف لا لا لأن الرسول لما يتكلم قد يخطر ببال بعض المنافقين كما بعض المترددين اليوم ما صحة هذه الأخبار لما يتأمين الدرد الذي رأى بعينيه فيقص شيئا قصه الرسول لم يره بعينيه لكن رآه ببصيرته صحيح وأوحي إليه فيه فيأتي هذا الكلام لتميم مصدقا لكلام الرسول فأخذك الرسول هذا إثناء هذا إثناء صحيح قال أتدرون لما جمعتكم قالوا لا يا رسول الله الله ورسوله أعلى بس في نقطة نعم نحن نقول الله ورسوله أعلى في العلم الشرعي لكن لو نقول شيء غيبي نقول الله أعلى واضحا في العلم في العلم الشرعي نقول الله ورسوله أعلى أما في الغيب نقول الله أعلى لا يعلم الغيب إلا الله ترسيح للعقائل هذا درس علم صحيح صحيح قال والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة يعني اعتبر رسول أن لا ترغيب ولا ترغيب نعم شو أنت مرعوب وإخواننا مرعبين وإحنا مرعباء لا لا جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة عليه السلام وسلم وكأنه يقرأ ذمنا هذا لا لأنه مبلغ فتبليغ كلام الله عز وجل لا يحتاج لا لترغيب ولا ترغيب هذا أمر الله ولله مثلا يجيلك أمر من رئيس المؤسسة خذ هذا أمر هذا تكليف قرار إداري لا فيه لا ترغيب ولا ترغيب أنت موظف تعبد لله تطع من رأسك عندما ترى أمر الله من أين جاء هذا المصطلح ترغيب وترغيب وعولت عليه جماعة كثيرا من الناس الناس يعني النفس دائما تحب الكلام الآمن يعني كل الناس تحب أن تسمع عن الجنة جميل الجنة ما يريد أن يسمع عنه هو مش رجل يعني إيمانه فيه دخل لا ولكن هو النفس تريد الشيء المريح الشيء البسيط لا تريد الأخبار الثقيلة سبحان الله جماعتكم لا لرهبة ولا لرغبة ولكن جماعتكم لأن تميمن الداري رجلا كان نصرانيا فجاء فبايع فأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المسيخ الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخمة وجذان فلعب الموج شهرا في البحر بهم ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فدخلوا الجزيرة فلقياتهم دابة أهلب كثير الشعر كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر يا الله يابدوا شكلها مرعا لا لا الله فقالوا ويلك ما أنتي فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة؟ اسمها كده؟ من اسماء الدبه؟ الدبه اسمها الجساسة وما الجساسة؟ قالت انطلقوا الى هذا الرجل ما اريد انتجاب عليه يعني حتى يعني والعظم غير مأمورة ما اعتبرتنا الجساسة لانها تجوس الارض كلها تجوس اه تجوس يعني عبادة لنا فجاسوا خلال اي دخلوا دون حرب فجاسوا اي تجولوا وقابوا وخواق وفيها سرعة وشدة وخواق فجاسوا خلال جساسة الى هذا الرجل في الدير في دير في الجزيرة فانه الى خبركم بالاشواق اه ممكن اه ممكن لانه اتباعه من اليهود سبعون الف من اليهود اصبحان طبعا قال لما سمعنا هكذا فرقنا منها ان تكون شيطانا خوفنا نعم فرق من الفزع والخوف يعني شدة الخوف سبحان الله قال فانطلقنا سراعا نعم وقوع البلاء والانتظار يعني قلب العربي احيانا بفضل الله او كثيرا قلبه مقدة وإلا ما بعث الرسول فيه عليه السلام والسلام صح يعني عندهم من القوة المعنوية ما ينهض بامور الدعوة فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الذير فاذا به اعظم انسان رأيناه قط حجا حر الله خلقا واشده وثاقا ما شفنا حد مربوط بسلاسل مثل هذا المخلوق مجموعة يداه الى عنقه مكبل مكبل ما بين ركبتيه الى كتفيه مكبل يعني هكذا والركب مربوطة بسلاسل الى جدار الديل سلم يا رب تكبيل غريب تكبيل غريب مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كتفيه بالحديد قلنا ويلة ما انت مش من انت من العاقل بشخص هذه الخلقة غريبة الشكل مخلوق لو كان عاقلا قلنا من او قالوا من لان العربي فصيح نستشف منها بالفعل هذا خلق غريب الشكل ولذا تشوف الصحاب العرب ما انت ظنوا انه من قبيل ويخلقوا ما لا تعلم هذا مخلوق عجيب يعني ما انت ما انت قال قد قدرتم على خبري قد قدرتم على خبري اكتشفتموني كده مين يوصل الى هذه الجزيرة العجيبة في هذا الزمن انت قدرتم على خبري الامر انتشر بك اسألك انا بك مرضيش يقولون صحيح ايه اخبروني ما انتم شوف شوف التعالي مش من انتم من بالنسبة له ايضا شيء غريب مش من انتم من انتم بشر قلنا نحن قوم من العرب العربي طيب طيب الخلق طيب الملكة حمده سماحا اخبرنا انت الاول ما يقول انتم سبحان الله رقبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين ارتلم فلعب من الموج شهرا فارفانا الى جزيرتك حقص عليه القصص يعني كأنه هو دي الجزيرة بيه هو يملكها لجزيرتك لجزيرتك اه لم يجدوا عليها احد الا هذا المخلوق الذي حد ادبه وهذا الكائن وهذا الكائن فقط ما ورد في الحديث شيء طوفت في المراجع والكتب ما على الجزيرة شيء لا اله الا الله حتى ربما استعنت بمراجع اجنبي في المسأل ولكن انا اوقف عنده فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلخياتنا دبة اهل بكثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبل من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما انتي فقالت انا الجساسة المهم وفزعنا ولم نأمن ان تكون شيطانة فقال ولا كان مسمح شيء المهم قال اخبروني عن نخل بيسان منطقة في الشام في الشام تقريبا نعم نعم قلنا عن اي شأن تستخبرنا عنها ما هل نخل بيسان في المبتدى كده الجملة مش كاملة ما زال يثمر ام لا سبحان الله قال اسألكم عن نخل هل يثمر قلنا له نعم قال اما انه يوشك ان لا يثمر اقترب ان لا يثمر مش هيطرح قال اخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن اي شيء تستخبر فقال هل فيها ماء قلنا هي كثيرة كثيرة الماء قال اما ان ماء يوشك ان يذهب بيوالعيذ بالله منغصات طبعا طعام وشراء طبعا قال اخبروني عن عين زغر عين من العيون المشهورة جدا في الجزيرة عين زغر قالوا عن اي شيء شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرعوا اهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء و اهلها يزرعون من ماء قال اخبروني عن نبي الاميين نبي الاميين رسول الادب هو الذي ارسله في الاميين الرسول لا معرفش بس يعني بس هو يعني الرسول ختم النبيين اه طبعا ما فعل عمل ايه قالوا عنده اخبار ومنقطع للعالم كان هذا التوقيد الرسول عليه الصلاة والسلام بعث كان في المدين كان هاجر يعني وسمع به تميم الداري تماما تماما تميم الداري هذا من نصر العرب من العجران المسيح عنده خبر ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العجيب وهذا امر يخلي ولا وسالة الصلاة ولا نشرات تلفاز ولا غيره سبحان الله بسعى النبي الاميين وياسر بنفس المصطلح وياسر بنفس المصطلح تماما تماما لان الكتب المقدسة الصادقة قبل تحريفها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سبحان الله طبعا قلنا قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب لان هم مش مسلمين فما مجروا نزل طيبة نزل المدينة لا نزل يثرب لانهم مصرين على الاسم القديم صحيح نتابعا لهم الله يضع لي كلاما قال اقاتله العرب الله نعمد علم كنسي من قطط المستقبلية تماما قلنا نعم قال كيف صانع بهم فاخبرناه انه قد ظهر عليهم ان كلام ده كان بعد الخندق بعد غزوة الخندق بحثت تميم متى أسلم فالإصابة وغيره فوجدت بعد الخندق ولكن ربما يكون هذا اللقاء قبل الخندق وتميم أسلم بعد الخندق أسلم بعد الخندق ولكن هذا الأمر قبل أن يسلم الله أعلم درجة ميتة وقابل ميتة وسوف ستحرك يعني المهم ليس هناك نص عام محدد لمقبل التميم لهذا المسيخ الدجال تقريبا في العام السادس من الهجرة تقريبا فيما استقرت بالأخبار نعم قال قالوا أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه الله دخلوا في دين الله قال لهم قد كان ذلك أو في رواية قد كان ذلك يعني بك أنه يسأل يسأل حصل كلام ده أو شكت نهايته قلنا نعم قال أنا إن ذلك خير له لمن دخل في دين الله تخير سبحان الله ما هو صدقك هو كذو هذا الشهادة صحيح ما صدقك هو كذو هو ممكن يكون الإنسان يعني يقوله كلاما سبحان الله سبحان الله صح سبحان الله حتى الآن ابن حجر أيهمة تميل الأيهمة أنا دائما أذكر المسيخ لكي أفصل عن سيد المسيح لكن ابن كثير يغضى أو ابن حجر العفقلاني في فكح الباري الذي حققه الذي حققه الشيء محمد الدنيا الخطيب رحمة الله عليه عليها رحمة الله أماكم أماكم ظل إثنى عشر سنة يحقق هذا الكتب وهم أعظم الكتب نعم عليها رحمة الله وتسقيق وتحقيق دقيق الحقيقة أعطينا منه نسخة ثانية إن شاء الله نحن بك نسخة نحن بك نسخة فكان ابن كثير وابن حجر يقول إيه قولوا مسيح الضلالة لتفصلوه عن مسيح الهدى وخلص الموضوع الكتب وهذا كلام الكبار قولوا مسيح الضلالة آآ آآ وهذا مسيح الهدى هذا يمسح الأرض ضلالة وهذا يمسحها هدى عليه السلام وتستبيل الأمور وتستبيل الأمور نعم يعني إذا معذرة الإسمان ملسقان به المسيح والمسيح وهو أشهر من هذا الدجال الدجال يعني كل موقع أنه الدجال وهو آخر الدجاجلة لأن الرسول قال في الدجاجلة قبل الرسول قال سوف يظهر من بعد ثلاثون دجالة الله كل ندع النبوة آخرهم هذا المسيح يعني من مسيلم الكذاب هذا الدجاح أولا وسجاح وشط وسطيح كل دول الدجاجلة ولكن هذا مصيبته مصيبة هذا أصده آخر صح دسوق الختام مش مش فيه مسك الختام لا دسوق الختام هذا جاز التعديد ترابي سمعونا الآن الله أعلم الله أعلم أليه لما أقول هذا التساول فضلاتكم لأنه علم بمبي الأميين وبالبعثة وبالدعوة ربما أعلم من الكتب المقدسة السابقة أم أن الشيطان يخبرك هم أعوان لبعثة وأنهم كانوا يقعدوا مقاعد للسمة وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمة فما يستمع الآن يدد له شحابا ما هو إيه اللي عرف الشياطين والجنة أن الرسول ببعثة لما رجلت عليهم الشهر قال الله احنا كنا بنا نطلح في إيه أنا ما كنا بنا أنا كنا ناصر ونجيب الأخبار صح صح بيسترق السابق ما تنزع بعد قالوا لا يبقى النبي الأميين ببعثة خلاص ويعدوا يتجوالوا في الأرض لغاية ما يقبلوا على طريق مكة الطائف وكان الرسول يوقف أبو هريرة كده يملوا خط ونقف أبو هر هم تحركش ويقول أبو هريرة اسمعه كأنما يكلم قوما يبلغهم رسالة لا إله إلا الله آه طبعا فبعث للجن أيضا الرسول العالمين رحمة للعالمين وكل ما سوى الله عالم في اللغة كل ما سوى الله عالم لهم لك من الجن من اهتدى برسول الله طبعا سبحان الله يرى ما لا نرى ويسمع ولا نسمع صلى الله وسلم صلى الله وسلم زيدنا رسول الله نطأ في الرأس هذه حكاية الله أكبر نطأ في الرأس على رسم الله ما شاء الله عليه الصلاة والسلام نعم طبعا أنا المسيح أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج هجيله إذن؟ أن يؤذن لي جاء بالفعل المبنية للمجهول لما الله سبحانه وتعالى يأذن له نعم فأخرج إلى الأرض فلا أدعو قرية إلا هبطها في أربعين ليلة هبطها هبطها ها هل له دلالة محددة هل فعل هبطه لأنه هو متعالي الله جميل ها وهو متعالي أي كافر أي كافر مش واحد يطلع عليك كده وقول لك إيه وأنت يا معانا يضدنا الله صحيح هذا كان لهجة الإنسان المتعالي على خلق الله صحيح سبحان الله أنت معي فأنت قديس أنت ضدي فأنت إبليس هذا متعالي والهبطها صحيح فهما محرمتان علي ده قارئ الكتالوج جيدا عارف حدود إمكانياته سبحان الله سبحان الله كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبالني ملك بيده السيف فيمنعني ملك ملك لا يقدر عليه إلا ملك سبحان الله وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها مكة وطيبة لا إله إلا الله يعني مش أي أرض مش أي مكان طبعا الملائكة موجودة تحرسها حرسهم الله سبحان الله نعم نعم قال قال صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فاطمة روية الحديث قال صلى الله عليه وسلم فطعن بسيفه المنبر يعني يطلق على المنبر هكذا رسول الله سبحان الله وهذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة الله سبحان الله سأكد أن هذه لأن يعني أطيب تربة تربة ضمت يعني ثرى رسول الله سبحان الله وطرقات سارة فيها الحبيب حتى إن مالك رضي الله عنه كان لا يسير فيها بدبة أبدا يقول عسى قدما توافق قدما يا الله ما هذا الجمال ولذلك المحققون نهيك من العواطف الجياشة المحققون من العلماء كان يقولون هل معاوية خير عمورة بن عبد العزيز الناس تجيب على طول تقول لك عمر يقول المحققون لذرة تراب داستها قدم معاوية في صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبد العزيز كان صحابيا ودع الرسول له بالخير فإنه هذه طيبة هذه طيبة تلت مرات عن المدينة حدثتكم ذلك فقال الناس نعم بيسألهم قلت لكم قالوا نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي أخبرتكم عنه هذا نص الحديث بنفسه في البخاري نعم ومسلم وفي مسحات المدينة وفي الحاك حديث صحيح حديث حسن صحيح والعلمة كلهم متفكين عن مسحة حديث طيب هنا سؤال يبدو لي لا أصدر عشان أن نعلم ما هذه الأشياء الأربعة التي قال المسيخ الدجال ولما هي تحديد النخل بيسان وماء طبرية وعينه صغر أيها وتكذيب الرسالة والسلام أو محاربة العرب لرسالة والسلام لماذا هذه الأربعة أشياء تحديدة؟ هو قابل أناسا من العرب نعم وهم شهدوا هذه الأمور ليثبت لأن الكذاب دائما ماذا يصنع الكذاب؟ الكذاب دائما يأتي بحقائق الأول يأخذ حقيقة لكي تستريح أنت إلى حقيقة يعني قل أنا قبلت الشيخ عمر هو صح واحدة ولكن وجدت يمسك كذا وفي يدي كذا وقال بني عليك فأنت الأول يعطيك حقيقة ثم فهم من العرب وهم يعرفون عين الزغر يعرفون نخل بيسان يعرفون بحير الطبرية رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا ما حدث بينه وبين المشركين فبالتالي يعطيهم هذه الحقة فيثبت لهم أنه صادق ثم ينطلق بعد ذلك ليقول ما شاء نعم نعم ولتصورت أن عدم إثمار نخل بيسان وجفات بحير الطبرية وعين الزغر ومحاربة الناس للدين الإسلامي لأنه دي مقدمات الساعة الصغرى ما دي علامات الساعة الصغرى فعايز يقول لهم إيه خلاص خلاص أنا يؤذن لي أنا من العلامات الكبرى دي إيه العلامات اللي أقولها لك دي إيه نعم علامات صغرى فأنا يؤذن لي مع إيه هذا دوري يعني هذا دوري أنا ضمن الست علامات هكذا كأنما يقول انتقرات في عهد الكتب فاضلاتكم بأنهم مربوط بسلسلة من حديد فيها سبعين حلقة فيها سبعون حلقة في كل عام يفك الله تبارك وتعالى حلقة فيخرج على الناس في سبعين خريفا من أرضه يسمى أرض الشام فيعاته في الأرض كذا وكذا يعني أنا أنا أريد أن أقول نحن داعي يعني أن يعني أن يعني نروس أكثر وأكثر لكن هو قال ورأينا أكثر أشد الناس وثاقا خلاص ما أشد الناس وثاقا أو كابل وخلاص وهو يطلع يطلع وهذا بركة تعالى سوف يفك هذا الوثاق طبعا لا شك الذي يقول الشيخ يخرج من مكان يخرج من مكان نعم من هذا المكان المسيخ الدجال بشر يعني إنسان أم مع أم وعطاه الله هذا العمر وسوف يقضى عليه سوف نرى عندها ناùng سيدة عيسى علي칠 ثم يعني أنه هو بشر ولا يتناسل ولا يتزوج غير متزوج يعني أعرف أن أمه الله أعلم دا قلبت في المراجب كما أم أصرف أي زمن ولد وجاء لا تصوري الآن فوق من قام تميم الدار سلام يعني من ألف وخمسسونا philosophiche هو يعيش الآن على ظهر يعني ذلك يعيش طبعا في جزيرته هذه في جزيرة معزولة تلك الله أعلم. طبعاً قد يقول البعض أن العالم كله اكتشف وصار قرية وصارت الاستشارة عن بعد وصارت المركبة. نعيك عن هذا الكلام. نعيك عن هذا الكلام. دعنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال إلى الموضوع الثاني الخطير المهم. يعني قبل أن تنتقل فضيلتكم إلى نقطة أخرى. ابن صياد يعني هناك بعض الأسئلة تراودني من قبيل البنوة والأبوة التي بيننا. وهي بالقطع على السنة الكثير من المشاهدين. هل المسيخ الدجال هذا يهودي؟ يقار هذا. كبير في السن ويتحكم في الشكل وفي فتواته وشبابه قوي. لا يخضر عليه إنسان مثلا؟ لا لا يمكن له إنسان بدليل أن كل المؤمنين لا يصرعه إلا رائحة المسيح عليه السلام. رائحة رائحة المسيح. الله حوله ولا أخوته إلا بله. ما ما فيه ناس الآن في زمننا. إذا تكلمت في الدين كلام الدينة. يضيق صدره. صحيح. وإذا ذكر الله واحدهم. ما أنزة قدوهم الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه. إذا يستبشرون. نأكلم في الدين بكل يهرب. نأكلم في البرصة والأسعار والأسفل والسطنة والبنايات والتجارة والبيع والشراء. كل يوم بغفة. هذا مؤسس قطير فهو لا يميته إلا رائح حتى أن رائحة المسيح سوف تميت كل كافر عندما يخرج وينزل لقتل المسيح لا تتحملوا هناك بعض الكتابات التي قرأتها تقول أنه في مثلث برمودا هذا المثلث الوهمي في المحيط الأطلنطي وإبليس هذا هي الدابة التي كلمت تميم الداري هو إبليس وهو جند من جنوده وعون أنه على بني آدم هؤلاء كتاب المهدثون وهذه اجتهادات عقلية أنا عندي كتاب والسنة أنا دور حيثما دار الإسلام وقف حيثما وقف الكتاب وسير حيثما صارت السنة ولا داعي لأن نشعب أفكارنا وأراءنا وتهويمات مبنية على الظن والظن لا يغنى من الحق شيئا دعونا في هذا الأمر قال الله قال رسوله ثم لا أدري هكذا قال أحمد بن حمد قال الله قال رسوله ثم لا أدري وارتباط المسيخ الدجال بالأطباق الطائرة وبهذا التقدم التكنولوجي أطباق طائرة ولا أطباق مائمة واستخدام الأشعة ويسبقوننا بمليون سنة علم يسبق يسبق أنا عندي حديث وقف عندها المهم أن هيجي المسيخ الدجال وهيبقى الناس يا مؤمن يا كافر والدابة هتلمس واتش المؤمن يا بيض ويتلمس واتش الكافر يا سود وتختفوا يا ظل العمل إحنا عايزين نهيب بالمشاهدين وبي وبك وبالإخوة اللي في الستوديو أن إحنا نستعد يعني لنصر الإسلام في أيامنا الباقية ورفع راية لا إله إلا الله ولقاء الله عز وجل على التوبة ده اللي عايزين نقول يعني ليس من المهمة أن نربط بين هذا والأطبط الطائرة والرحة ولا أربط ولا أربط أنا رجل أحقاف عند الكتاب والسنة عندي أي دعوة أو قضية لها شاهدي عدل كتابه ربي وكلامه رسولي عليه السلام والسلام وغير شهدي العدل دول لا أقبل يتزوج المساخ الدجانة لا لا يتزوج ولا ينجب مقطوع مقطوع هذا هكذا هو فرض كده من أين يطلعوا على وليس كما تقول الكتب أبوه جامع أمه في فرد لا لا هذا من تهويمات المفسرين ودعيه أنا لا أو أبوه جنة تزوج إنسية الكلام ده لا أقبله حتى ولا أقبله من الإخوة الذين يقولون الموضوع التزوج إنس المسلمة من الجنة كلام دائما فننغسك في هذا الموضوع دائما إن شاء الله رب نسأ ولكن الكتابات بالأسواق في إفتحنا ما تتحدث عن الدجال تقول هذا الكلام تقول ما تقول أنا أقول قال الله قال رسول بس مصدق من ففضلتكم تنفي هذا الكلام لا تأخذ بهم أنا لا أقول إلا ما قال الله ورسول أن هذه أمور غيبية في يبني في العقيدة جزء اسمه السمعيات السمعيات التي سمعنا عنها في الكتاب والسنة ولم نرها لم نرى القلم لم نرى اللوح لم نرى العرش لم نرى الكرسي لم نرى الملائك لم نرى الجن ولن نرى الجن ولا نرى إلا في الآخرة يعني أنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه هذا أكرم ربي فهذه السمعيات المسيك الدجال نفس القضية كانت لتميم شهادة ولا نحن غير تميم والثلاثون والعرب هؤلاء الذين بعضهم أسلم بعضهم لم نرى رأاه الرسول عليه الصلاة والسلام الدجال لا لم يرى ولا أي نبي يرى لا لا حتى من شدة يعني سوف نرى في قضية ابن الصياد كيف أن الرسول ينفعل مع القضية سوف نرى لم يرى سيدنا عيسى أو سيدنا موسى لم يرى أحد ما الحكم من أن لا يراه أحد في علم الله سبحانه وتعالى هكذا ليصير الأمر يعني مفاجئا للجميع ولكن غير مفاجئ للمؤمن إحنا ليه نحكي ليه تعبين للناس معنا يعني إذا جاز التعبير يعني وتتهاطل دموعهم في البيوت الآن وتوجس قلبهم خيفة وأنت تبكي أمامي وأتنفعل لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمر هذا بالنسبة لغير الدارس أمر مفاجئ بالنسبة للمؤمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسول لما يجينا أنا أعرف أقرأ عليه فواتح صورة الكهن وأقرأ على جبهته كافر وأعرف أنه كذاب وأعرف أنه دجال ولا نبي بعد رسول الله والله عزوالله كل المعلومات دي أنا داخل الامتحان وواحد من دينا المعلومات من قبل الأسئلة معاية والإجابات معاية كمسلمين نعلم هذا ولكن يرهبنا الموقف يرهبنا الموقف وموقف مرهب هذا الرجل حينما يصفوه تنبى أنه عظيم الخلقة جميع جميع وهو شكل مرعب والعظم وفيه كفر فهذا الأذى كله ولكن المؤمن عنده مناعة إيمانية قوية بما يعلم للدجال اتصال مع الأعوان خارج مع أتباعه الذين يتعونهم وهو هيجي يقول له أتباع إذن لهم اتصال لا لهم أتباع بعد ذلك نعم هل منحقين الناس المعذرة هل منحقين الناس أل كيف يتم الاتصال بينهم الله أعلم لا أدري ومن قال الله على فقد نفت اللي يهمني أن المشيخ الدجال إحدى علامات الساعة الكبرى الست التي سوف تظهر وسوف يظهر للباقين على قيد الحياة ونسأل الله أن نكون لا نكون على قيد الحياة أيامها لأنه فتن هذه دعوة ها طبعا لأن هذا ما يخيفون الموضوع مرعب يا ابني هذا ما يخيفون لما الناس الآن إيمانها لو امتنعت الناس عن اللحم يوما أو عن الخبز يوما لضج الناس وقوموا مظاهرات فبال أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت وبعدين هو معه الخبز ومعه مفاتيح الخزائق يعني احتمال اللعبة الاقتصادية التي تتم لها مقدمات سبحان الله هل وردت في الأثر اسمه الحقيقي؟ لا وردت أسماء كثيرة لكن ناء الرسول سماء المسيح الدجالي بعض الكتب تقول أنه السامرية السامرية لا 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 السامرية السامرية وما انتهى انتهى أمره نتوقف عند هذا وقصة ابن صياد ابن صياد كان فيه ولد في المدينة غلام في سن البلوغ يعني نقول مثلا 14 عام في سنة كم ذا في المدينة في العامل السادس والسابع الهجري تقريبا نفس التقريب في نفس الدخل الخبير يعني يعني خلاص الدعوة كانت تمت وبعدات الرسائل تتوافد من الرسول لا بعد عامل فتح على الملوك والرأساه وتم الأمر للنبي صلى في المدينة وصلت عاصمة الإسلام قالوا يا رسول للصحابة لما سمعوا من الرسول مرة ومرة ومرة عن المسيح الدجال شهادوا ولد يهودي يقولوا كلاما عجيبة وبعدين الولد يبدو كان أعور ويقول كلام يعني يعني يفوق سنه كم سنة ثلاثة عشر عامل مثلا في هذا الوقت ولما كان ينام كأنما يكلموا قوما وكانوا اليهودي يرعبوا به المسلمين نوارد هذا يخيفوا به المسلمين أصبية أمثالا يعني هو الكبار سبحان الله فكانه سبحان الله العظيم بدأ الصحابة يشكوا أنه يكون المسيخ الدجال انكثت كلام الرسول وأنه يهودي وأنه يتبعوا سرعون ألفا من اليهود فالصحابة شكوا فراحوا بلغوا النبي في الرسل فتخير أن الرسول يتحرك ليرى سبحان الله طبعا إذن الأمر وصل لغت فيه وعليم ذو المستحابة لكل واحد منهم عقب أم أم بأسرح صحابة الله العظيم أبو ذر هذا كان أمة صحابة صحابة قال فصحبه عمر صحب الرسول صحابة السلام طبعا وجمع من الصحابة ناس المعرض يسيب الرسول وروح لوحده عند اليهود صحابة الله في المهام الذي عمر لا يفارغ سير رسول الله صحابة الله قال عبد الله بن عمر أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة ما كان في المدينة أطم تب عالية أو تلة عالية وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على كتفه الرسول يعني يفاجأ لا بغد ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله أول من آخر خرصة هكذا ودي ما ما أعملها رسول ما أحد أدل ما أصنعها رسول رسول كان يعرض الدعوة بسلام الله لأنه كان بيدعي الولد أنه نبي أو شيء من هذا القبيل يعني كده وأنه يعني في رسول الله ابن مين الولد ده ابن يهودي وابن يهودية بشر معروفين معروفين الأسرة معروفة حتى يقال في الرواية المستدرك الحاكم وفي الطبراني ومصحح لما رأت أم ابن صياد الرسول قادما قالت يا صاد كانت بالدلاع يا صاد أبو القاسم جاء ما تغضطوا رسول الله ما مش مهم تمام تمام أبو القاسم جاء فانتبه ده رواية في رواية الرواية الثانية أن الرسول مع عمر والصحابة وجدوه يلعب مع الصبيان فهيضع يدونا تشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول الأمني نفسه كلمة المسيح طبع طبع ما فرق الخط واحد النشأة واحدة الملة واحدة الهوية واحدة وبعدين ده من باب التعالي أبنى من باب التعالي لطفل يبلغ الحلم أبنى ما هو من باب التعالي الولد اليوم في إسرائيل يأتي وعنده ست سنوات يقعد يدرسوله ست سنوات العقيدة ويقضوه عند الجبل هناك عند طول سينا ويقوله إن ما كنت شدافة عن هذا المكان جبل صوريون سوف يرموك المسلمون في البحر يطلع الولد يتعلم عقيدة الأول مش أخد حصة الدين آخر اليوم الدراس يكون الولد أنهج والمدرس الدين نفسه عايز لمدرس هذا أمر جلل أبنى العقيدة عندنا لازم نفيق لازم نفيق لك أمة يعني أنا نداش هذا الولد يحدث رسول الله أشهد أنك رسول الأميين هكذا هذا المنطق سبحان الله وانت لو سألت ولد عندنا في الجامعة عنه رسول الأميين ويقولك أنا ما أعلم ما أقرأ الكتاب ما أقرأ كتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام آه فتشهد أبني رسول الله قال أشهد أنك رسول الأميين تمام قال ماذا ترى الرسول أه إيه اللي أني بيجي لك إنت إيه اللي أخبار اللي بتنقذها والناس بيشوفوها دي بيحكي حكايات عجيبة عن الجن وعن الملأ الأعلى وعن الصحابة أهتز عجيب الصحابة خاف ويقول ده هو اللي ما سأخذ قال يأتيني صادق وكاذر ما يرى لد بعد رسول الله يعني يأتيني أحياناً زي إيه زي إلهامات أو هواجس بعضها يطلح صادق وبعضها تحكيات وهو يعلم هذا ها تماماً زي جمع المنجمين وليس أخذ الله ما رجل الله والله أنت أسلع هترزق مش عرباً وقدر الله هترزق بس أخذ الله ومرها تحكيات لأنه وكاذب أصلاً صحيح وكاذب أصلاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر فأراد الرسول أن يمتحن الرسول هو في طريقه نزع عليه السيدنا جبريل بسورة الدخاء انظر إلى التوافق العجيز سبحان الله وهي عاية من آية الست وفي هذا التوقيت لا إله إلا الله قال خبأت لك خبأ الرسول يقول الرسول أنا خبأت لك حاجة الناف ونجاعة أعلمنيها ها عاربنا قال الدخ لا أخذ الصحة قال لبث عليك شيطانك إنما هي الدخان الشيطان اللي بيلهمه أعطى نص الكلمة وأنه كان وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة ها بس هو ما تعلم كيفية الاتصال بالجن ما قرأ كتب لا يبدو الولد فيه شيء يبدو الولد فيه شيء من الصغر ها فيه أمر فيه أمر وذي كانت مشهور عند العرب مش كان الكهان مسجع الكهان ها مكبار يمو معلش مواله من صغره بحير الراهب هذا لكن الدخ الدخ يعني خذ نص الكلمة خذ نص الكلمة خذ نص الكلمة قال لبث عليك شيطانك لا تعد قدرك ده حج معلوماتك كلها غلط لا وحي ولا إلهام ولا خير إنما شيطان لو كان وحيا لقال الدخان الدخان طبعا كيف يعني هاي وحي ولو كان تنجيما من قبل نفسه ما استطاع عنه ما استطاع أن يقول شيء لكن هي يبدو ممنعا فيه مدد بعوالم أخرى يعني ربما يعطيه نصف الإجابة أو نصف الشيء ويترك سبحان الله ويأتي ليكفر بإكراه ما يكفر بالآخر يوم القيام الشيطان ومن اتبع طبعا بلا شك ما أنا مصرحكم قال ابن صياته والدخ فقال أخسأ فلن تعد قدرك قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله عمل إلا داوشة في المدينة نعم نحن مش عايزين قال صلى الله عليه وسلم إن يكنه إن يكنه إن كان هو المسيخ الدجال أيها نفس الرسول شو بيثبت يعني ما بيقطع بيعزم نحن قاعدين على القهاء والبيوت بنعزم بأوامر سبحان الله إن يكنه إن كان يعني إن يكنه فلن تسلط عليه يا سيد نعم ما يستطيع قدر حتى ولا هو ولا تصبيح أنت متفكر يعني يا عمر عشان قوتك تقدر تقتله لن يقتله أحد إلا المسيح عليه السلام بس هذا يا الله حبي يا رسول الله هذا كان في الكتاب مستور عليه السلام وقدر في الكتاب ووقاف عند شاء الله سبحان الله كان صبيا كان ولاما كان طفلا لم تستطيع فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله تقتله ولد عنده مرض يجده جن موضوع فيه بس ربما يكون فتنة لأحد المسلمين لا بس الصحابة وهذا يفتن الصحابة ورسول الله بيننا نحن نحن بفضل الله الرسول ما زال بيننا بشارع من الذي يقول هذا الكلام الرسول عليه السلام الرسول يسمعني ويسمعه كما أسمع فاطل بن تقايف وكما أسمع عبد الله بن عمر وكما سار مع عمر لو كان هناك يقين يا شخ والبرنامج ده مش عشان يزاد اليقين ماذا؟ والله هذا ما نأمنه نعم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة